الأخة أميرة بتسأل بما الذي يعين على الصبر أمرت في آيات والحدي الكثير إنسان يصبر فماذا الذي يعين الإنسان على أنه يصبر والله يستعين بالله أزوجه أصبر وما صبرك إلا بالله أصبر وما صبرك إلا بالله فيستعين بالله ما يقول اللهم صبرني من سأل الصبر فقط سأل البلاء لكن إذا حصلت المصيبة أفرغ علينا صبرا وتذبط أقدامنا ونظرنا لما نتراه لكن بتسأل الله سبحانه وتعالى دائما يعني الإعانة إذا حصلت البلية حصلت المصيبة رساني يسأل الله يفرق عليه الصبر اللهم أجرني في مصيبتي بعد ما نزلت المصيبة يسأل الله أنه يذبت له الأجر يقول الله يصبرنا إذا نزلت المصيبة إذا نزلت أعني على ذكرك وشكرك تسأل الله أن يعينك على الشكر وأن يعينك على الصبر إلا إذا نزلت المصيبة قال لأنه من سأل الصبر فغسال البلاء